نهاردة ومنذ لحظات قليلة الاهلي بطل دور السلة ما شاء الله فوز مهم جدا فوز غالي للفرسان الحمر أبطال السلة أبطال خمسية السنة اللي فاتت بدأوا الموسم بالفوز بدور المرتبط منذ لحظات قليلة انتهت المباراة القوية والمسيرة الحقيقة خليني يعني وإحنا بنقول برافو أبطال الاهلي برافو أوجست بوش برافو إيهاب أمين برافو كل نجوم السلة الأهلوية اللي عملوا مباراة كبيرة جدا نقول أيضا للاتحاد السكنداري هيرلك المباراة انتهت 62-59 في أعلى درجات الإثارة والمتعة الحقيقة للسلة المصرية حسمها كبار الأهلي 62-59 وأكدوا وعززوا الفوز اللي كان حققوا الفريق المرتبط لأنه ما شاء الله لعب الأهلي تحت 16 سنة كسبوا المباراتين على الاتحاد السكنداري النهاردة 72-62 وكانت المباراة اللي فاتت 81-65 علشان يدخل كبار الأهلي مبارات اليوم في تحدي كبير جدا أنتوا عارفين أن الاتحاد كان كسب المباراة الأولى على مستوى الفريق الأول 88-76 وبالتالي فرض على كبار الأهلي حتمية الفوز الولاد عملوها الصغيرين وكسبوا للمرة التانية إيهاب أمين وزميله الأبطال كلهم الحياة ما تقدرش أبدا تستسنى حد وما تقدرش تشوف أي حد أثر لكن كانوا كلهم فعلا بروح الفانيلا الحامرة بالإصرار الشديد جدا على ضرورة المكسب وحققوا بالفعل 62-59 وكانوا ليد أو متقدمين في معظم فترات هذه المباراة المثيرة والقوية جدا واللي من خلالها الأهلي 64-59 أربع خمس نقاط فارق الفوز بقول لكم الحقيقة 64-59 خمس نقاط فارقة تأكد لكم درجة الندية الكبيرة اللي كانت في المباراة خمس نقاط فقط حسمت هذه البطولة لكن الأهلي كان ليد الحياة في معظم فترات المباراة الأهلي احتفظ بلقة دور المرتبط للموسم الثالث على التوالي والموسم أول المرة التامنى في تاريخه وهنا عايز أقول لكم أنه بكورة خمسية السلة ناس كتيرا كانت تتمنى أنه الأهلي يقلش الدور ده لأنه كانوا بيعتبروا أنه فريق كورة السلة بالحصاد الكامل اللي عمل الموسم اللي فات لما يبدأ الموسم ده الظروف اللي مر بيها الفريق في البطولة العربية في الكويت كان ناس عندها أمل أنه الفريق يبعد عن النتائج المحلية خاصة أنه أنت السنة دي أمور كتير اختلفت عن السنة اللي فاتت دي جانب من فرحة الأهلي وجماهير الأهلي وأوجست بوش ولعبته بعد هذا التتويج حالا من صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر أوجست بوش اللي اشتاكل من المباراة اللي فاتت من الجمهور كانت في بعض الخروجات اللي كلفت الفريق تيكنيكال فاولز كتير وخرج الرجل بسببها مطرود النهاردة ما شاء الله جمهور الأهلي بيكون دعم بقوة جدا وراء فرقيته وبياخد اللعيبة طوال المباراة لتفوق كاسح 64-59 بقولكوا أنه الناس كتيرة كان عندها أمل أنه المرة دي الأهلي لما يبدع عن منصة التتويج في دور المرتبطي بعنده فرصة كمان أنه البقية البطولات تبدأ المسألة تقل شوية بشوية والناس كتيرة كان عندها أمل تكسر شوكة أوجست بوش لكن ما شاء الله الفريق قدر يكون عند روح التحدي وعند روح الفنيلة الحمرة يلعب مباراتين النهاردة ما قدامهوش حل إلا أنه هو يكسبهم الاتحاد كان عنده فرصة أنه لو خسر المرتبط في الناشئين يكسب الفريق الأول فياخد الدوري الأهلي ما كانش عنده فرصة غير المطشين يكسب المطشين يحتفظ باللقب ودايما لما تلاقوا أي مباراة فيها الرهانات الصعبة الحقيقة لعبت الأهلي في كل البطولات بيبقوا دايما عند مستوى التحدي ومستوى الحدث الرهان الصعبة دايما تقدر تراهم بها على الأهلي كل اللعبت في كل الألعاب غالبا مدام الظروف طبيعية مدام في عدالة في الملعب التحكيم الناس اشتاكت منه المباراة اللي فاتت لكن عايز أقولكم أنه الموسم اللي فات لما فيه معظم المباراة كان فيه تحكيم أجنبي كانت الأمور إلى حد كبير جدا كل فريق واخد حقه من العدالة ونشدنا وقلنا التحادل المصري لكرة السلة برئاسة الأساس مجدى أبو فريخة عامل شغل كويس قوي على مستوى الدوري على مستوى المسابقات المحلية حتى على المستوى المنتخبات الوطنية وقلنا لهم يا جماعة أنتم متخلوش حد يبوزلكوا المسألة علشان شوات حاجات في التحكيم لأنه التحكيم في كرة السلة مؤثر جدا ومساحت القرارات التقديرية للحكام كتيرة فبالتالي الأخطاء الكتيرة والأخطاء التقديرية كتير لما بتكلف الفرق النتائج الكبيرة لكن النهاردة زي ما قلتلكم عايز أحيي الولاد الصغيرين كمان يعني التحية واجبة والتهناء موصولة لأوغوست بوش ولعبته فريق المرتبط الحياة تحت 16 سنة لما حقق هذا الفوز الكبير على الاتحاد في المباراتين النهاردة 70-62 والمبارات اللي فاتت 81-65 وقيمة الدورة المرتبط يا جماعة أهميته أن أنت بتراهن على المستقبل من خلاله أنت مش بس بتتفوق على مستوى الفريق الأول لا أنت مستوى الفريق الأول بيرتبط ارتباط مباشر مع نتائج الفريق النشئين تحت 16 سنة أنت ممكن تكسب على مستوى الفريق الأول وما عندكش مستقبل كويس أو ما عندكش نشئين كويسين يضيع منك اللقب لكن لما يكون الأساس أن أنت في النشئين أقوى كمان من الفريق الأول يبقى أنت باصص للمستقبل بعين كويسة كل التحية لأسرة كرة السلة وكل التهنية لأسرة كرة السلة ولي الكابتن خلد العوضي مدير النشاط الرياضي للحياة استكمل الشغل الكبير اللي كان عامله الكابتن روف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي السابق ودي فكرة الأجيال اللي بتسلم بعضه وفكرة توالي الأجيال في كل الألعاب سواء على مستوى الإدارة الرياضية أو حتى على مستوى الفرق في كل البطولات ألف مبروك لأبطال كرة السلة الأهل البطل دور المرتبط زي ما قلتلكوا للموسم الثالث على التوالي وللمرة الخامسة فيه تاريخه وللمرة التامنة فيه تاريخه 64-59 على مستوى الفرق الكبير ده جانب من الصالة المغطاة واحتفال لعبي النادي الأهلي لو حتى فيه صوت هنشرككم فيه ما فيش صوت لكنه أديكم شايفين الاحتفالية هارض لك للعبي للاتحاد السكندري الجمهور الأهلي صحيح أنه تحرم الأهلي من عدد من جماهيره اللي كانت حضرة المباراة اللي فاتت لكن أعتقد أنه اللي حضر النهاردة كان عند مستوى الحدث وحنحاول في خلال حلقة النهاردة نتواصل مع أسرة كرة السلة ومع كابتن خلد العوضي وننقل لكم تهاني الأهلي وأفراحه بتتويج الأهلي بأولى بطولات كرة السلة هذا الموسم الأهلي بطلا لدور المرتبط ألف مبروك لأسرة كرة السلة وألف مبروك لجماهير الأهلي كلها في كل مكان ترجمة نانسي قنقر